الأهلي حيلعب مع فريق استاد أبيت جان والبيراميز حيلعب مع ساجرادا الأنجولي والمصري حيلعب مع إنينبا الناجيري والزمالك مع بلاك بولز الموزنبي تعالوا نروح بصرعة نبص على تدريب النادي الأهلي الفريق الحياة النهاردة تدريبات بدأ بالجيم وبعدين تدريبات بقى تخصصية أشرف داري اشتغل تدريبات منفردة بالكرة لأنه شغال برنامج تأهيلي وعلاج طبيعي لكل من يسأل عن حالة وسام أبو علي لكل من يسأل عن حالة وسام أبو علي اللي أقدر أقوله لك أنه الكلام اللي جاي لي من داخل المسؤولين في النادي الأهلي الحالة مطمئنة والنادي الأهلي مش عايز يستعجل نهائي على وسام وعايز ياخدوا واحدة واحدة بحيث أن يكون متطمن عليه جدا حتى لو اضطرها للانتظار حتى مباراة كأس التحدي في قطر بإذن الله للمرة الألف أنا من المختنعين جدا بردى سليم وللمرة الألف وواحد أنا من المختنعين جدا بأفشا عشان بس بقصة واضحة بالنسبة لكم وشايف أن ردى سليم لاعب من العيار الثقيل ولاعب مهم وعمر السعد على فكرة لاعب أكتر من ممتاز الناس اللي بسألني على الجناح محمد عبد الله أقول لكم محمد عبد الله كان عنده تمزق وبيخف سامير محمد المهاجم ده حدوتة كروية هجومية ابقوا انتظروه مستقبلا بإذن الله كان لعب في الوقت الصعب في مباراة الاتحاد سكندري لكنه لعيب ممتاز وانتظروه المهاجم حمزة عبد الكريم برضو انتظروه كل اللعيبة حالة من الجدية مقدر شلوم على حد منهم أبدا على الإطلاق الحراس وأشغال شقة مع ميشيل يانكل اللي هيكون ضيفة بعد شوية شناوي شبير وحمزة ومخلوف بسم الله ما شاء الله ربنا يبرك لهم يا رب إن شاء الله ويكونوا عند حسن الظن دائما وأبدا والأهل دائما وأبدا هو يعني منجي بالحراس الأظام على مر التاريخ على مر التاريخ من زمن الزمن صفى كامل منصور عبد الجليل حميدة عد الهيكل مروان كنفاني عصام عبد المنعم إكرامي ثابت البطل وإفضل بقى عايش في أسماء كبيرة محترمة كانت تحرص مرمى النادي الأهلي ومن ثم تحرص مرمى منتخب مصر الوطني فهتلاقي العدد الأكبر في من تولى حراسة مرمى منتخب مصر على مر التاريخ هم من حراس النادي الأهلي في فترات نادرة كان هناك حراس من أنداء أخرى لهم كل الاحترام ولهم كل التقدير لكن دائما تتكلم على الكتيبة دي الكتيبة يعني فوقت من الأوقات شفنا الشناوي وشوبير وحمزة الثلاثي كان في المنتخب الأول وكانت جرأة من المدرب كابتن حسام حسن اللي بعدما ضمن التأهل قرر أنه يعطي فرص وصلت الفرص لتلتاشر لاعب من بينهم حارس المرمى مصطفى شوبير الذي أثبت وجوده بشدة ليصبح حارسا دوليا رسميا اللي عايز أقوله أنه تدريب النادي الأهلي اللي بنشوفه دا دلوقتي أشرف داري أشرف ماشي في برنامج علاجي معمول بدقة وبعناية شديدة جدا من أجل العودة للملعب في التوقيت المناسب أدي شايفين كل اللعيبة حالة التركيز وأعايز أقولك بس حضراتك ركز على الولد اللي اسمه محمد عبد الله إن شاء الله إذا حصل على فرصته لأنه لعيب من العيار الثقيل يعني عندنا لعيبة كتيرة من الشباب بس الجمهور ما بيستحملش للأسف الشديد لكن أدي أشرف حزاء الكورة تمام التمام مية في المية الحالة مطمئنة بس برضو الصبر طيب لحد ما يعود بكامل لياقته بكامل فرميته لعيب كان متقلق مع بريست في الدوري الفرنسي كان موجود مع المنتخب لحد المباريات الأخيرة ولكن بسبب الإصابة لم يشارك والأهلي لن يتعجل على أي لعب